شأن الأردنيين جميعاً الناس في لواء البترة ووادي موسى يحتفون بالعيد بحب وود ويمارسون عادات جميلة توارثوها منذ القدم غير أن متغيراً مهماً طرأ في السنوات الأخيرة أضعف من التواصل المباشر بين الناس في الأعياد والمناسبات يبدأ نهار ابن وادي موسى في العيد مبكراً وبعد صلاة العيد غالباً ما يزور أقاربه من كبار السن والسلام عليهم حيث يتناول لديهم أطعمة لذيذة تقليدية اعتاد الناس عليها في هذه المنطقة بعد صلاة العيد مباشرة الناس بتتوجهها تقريباً على بيوتها عند أرحامها فبكون فيه فتات أو فطور بشكل عام بالعيد فطور مميز من عدات وتقاليد البلد اللي هي فتة حليب مكوناتها حليب بلدي إشراك سمن بلدي أو بيكون فيه فتة ثانية بتكون فرضاً باللبن فتة خبز فطير وفيه رشوف لعيد الأضحى خصوصية تجعل الاحتفال به مميزاً ففيه يضحي الناس ويوزعون لحوم الأضحيات على الفقراء وغيرهم لكن الأبرز من ذلك أن الناس اعتادوا أن يبادر بعضهم إلى إصلاح ذات البين يوم العيد ويعيدون الوئام إلى أفراد المجتمع المحلي هذا العيد هو فرصة بتكون لإصلاح ذات البين بتعرف إذا فيه خصومات بين اثنين أو عائلة أو كما يعني بيكون فيه ناس مصلحين على أساس بيكونوا لإصلاح ذات البين عندهم الأطفال يعيشون أجمل أيام حياتهم في الأعياد فإضافة إلى مرافقتهم الكبار في الزيارات المختلفة لهم تقوصهم الخاصة بالعيد تزيد من حبورهم وفرحتهم كل عام أنت بخير أول شي رحنا صلينا صلاة العيد وبعدين رحنا عيدنا على أصحابنا وعلى أعمامنا وعلى أجدادنا وبعدين وذعنا اللحمة على المحتاجين وعلى الفقراء وبعدين رحنا على الملاهي وقمنا نطوش في السوق أنا في العيد بروح عند أقاربي والناس بقربوا إلي ومرات الناس بذبحوا ذبايح وأنا بطوني عيديات وبروح أنا في السوق بروح عند إجدادي ما زال الناس في لواء البترة ووادي موسى يحافظون على شكل جميل من الاحتفال بالعيد بيد أن التكنولوجيا الحديثة أخذت تخطف منهم فرصة التواصل المباشر بين بعضهم بعضا في المناسبات أجواء العيد في الماضي وفي الحاضر يعني في الماضي في توادد وفي الزيارات وفي فتح الدواوين وتواصل المجتمع مع بعض البعض ولكن للأسف الشديد في ظل الظروف والتكنولوجيا والتواصل الاجتماعي أبعد بين الناس في هذه الصفات الحميدة والصفات الطيبة بين الناس التواصل الاجتماعي بالرسال على الواتس أب وفيسبوك وبالتالي هذا الشوش الصورة الجميلة التي دائما نحبها في هذا الشعب الطيب للعيد في وادي موسى طعم مختلف يتشابه في كثير من التفاصيل مع غيره من مناطق المملكة غير أن تقوصا خاصة لأهالي المنطقة يمارسونها في العيد تميزهم عن غيرهم